لن ندخل في محادثات مباشرة أو مفاوضات مباشرة كما يسميها السيد مابوك الفارس طالما أن بيان ما يسمى بالرياض اثنين ما زال قائمة نحن نرى أن اللغة التي استخدمت في بيان الرياض اثنين هو عبارة عن شروط مسبق والسيد مغروث الخاص نفسه قال بأنه لا شروط مسبق لكن لغة بيان الرياض اثنين بالنسبة لنا وبالنسبة لكثير من المرافقين والمحللين والعواصل السياسية هو عبارة عن عودة إلى الوراء ارتكاس نقوص إلى الوراء اللغة العربية الجميلة فيها كثير من المفردات التي تفيد في شرح هذا الخلال الكبير الذي نجم عن استخدام لغة استفزازية وفي غير مكانها ديبنماسيا بالنسبة لجولة جنير 8 إذن هذه هي المشكلة هذا بيت القصير لذلك نعتبر أن بيان الرياض مرفوض جملة وتفصيل لا سيما وأن البيان لا يأخذ بعين الاعتبار وتطورات سياسية العسكرية التي حدثت منذ أيام الإبراهيمي كما تذكروا وإلى الأرض ولذلك نحن نقول بأن نحود إلى الوراء إعادة محاولة يائسة من من شارك في اجتماع الرياض لإعادتنا إلى المربع صفر إلى الأيام الإبراهيمي وهذا الكلام يعني محاولة جدية لتقويض مهمة المبعوث الخاص السيد ديمستوري على كل حال خلال هذه الجولة كان في تركيز جاد من قبلنا ومن قبل المبعوث الخاص حول ورقة المبادئ الأساسية للحل السياسي المبادئ الأساسية للحل السياسي يلي هي اختصاراً تسمى ورقة المبادئ الأثنتين عقل هذه الورقة بالمسبة لنا كنا قد قدمناها كما تذكرون في شهر آذار مارس الماضي يعني من تسعة أشهر وطلبنا من المبعوث الخاص أن يطرحها على الأطراف الأخرى ويعود إلينا بردود أفعال على هذه الورقة وطلبنا أن تكون هذه الورقة هي أساس للنقود طبعاً في شهر آذار والآن جرت عدة جولات الجنين وكنا في كل جولة نسأل المبعوث الخاص ماذا حصل لورقة المبادئ الأساسية ورقتنا فكان الجواب دائماً إنها أنا أحتفظ بها في جيبي حية وكنا ننزح معه ونقول حية لأنه باللغة العربية كما تعرفون كلمة حية تأخذ معنيين وكان يعدنا دائماً بأنه في الجولة القادمة سنعود إليكم بردود أفعال الأطراف الأخرى ولم يفعل ذلك إلى أن جئنا إلى هذه الجولة فوجدنا أنه يطرح علينا هو ورقة مبادئ أساسية من دون أن يتشاور معنا مسبقاً بحكم ولايكوث كبسيط قبل أن يطرح أي فكرة يجب أن يناقش مع الأطراف الأكار إذا حصل التوافق في الرأي يحولها إلى ورقة هذا أمر لم يحصل لماذا نصر على ورقة المبادئ الأساسية؟ لأنها هي المدخل لبناء ثقة وطنية هي المدخل الأساسي الذي يسهل إيجاب حلول للمسائل القائمة يعني اللغة البسيطة هذه الورقة تهدف إلى بناء قواسم مشتركة قواسم مشتركة ذات صفة وطنية امتحان لنوايا الجميع لاحظنا مع الأسف أن المبعوث الخاص كما شرحت لكم قبل قليل قد تجاوز ولايته بطرح ورقته الخاصة علينا وطلب أن تكون ورقته هو أساساً لن يحصل يعني طرح ورقة بديلة عن ورقته هذا إجرائياً تجاوز لولايكو كوصل نحن لا نتفاوض مع الوسيط وإنما نتفاوض عبر الوسيط من خلال الوسيط إذن نحن الاعتراض ليس على مضمون ورقته بساتنا عم نحكي بالشكل ما عم نحكي بالمضمون نحن عم نحكي من ناحية المبدأ عم نحكي من ناحية الشكل ما دخلنا بالمؤمن بمجرد أنه هو يطرح هيك ورقة فهذا يعني أنه تجاوز ولايته ولم يحصن على التوافق في الرأي مسبقاً حول ما لدي من أفكار ترجمة نانسي قنقر شكراً للمشاهدة